شكرا على الاستضافة حقيقة ربما يصعب الحديث عن حصيرة المجلس بصفة عامة ولكن إذا رجعنا للسنوات الأخيرة المجلس كانت عنده مساهمات في إطار الإختصاصات ديله باعتبار أن المجلس استشاري يصار على تقييم السياسات الأمومية وتقديم بعض الآراء من أجل تحسين هذه السياسات الأمومية لها تستجيب الانتظارات وحاجيات مغربة العلام إذن المجلس اشتغل على ملفة مهمة حساسة لمغربة العلام وملفة استراتيجية تظهر في مبادئنا التالي مجلس يقوم بدور عمل استشرافه أذكر على سبيل المثال القضية الدينية التي اشتغلنا عليها منذ 2009 وخصصناها أربع مؤتمرات دولية شاركوا فيها الفاعلين الدينيين من مختلف البلدان الأوروبية ولكن شاركوا فيها الفاعلين الحكوميين أيضا والفاعلين من طرف أيضا المملكة المغيبية فكانت الحاصلة اشتغلنا على نقاط أعتقد هي الآن رائجة في الساحة نحن كان عمل استباقي جدا في 2009 لم يكن الإرهاب المزال الذي يضرب فرنسا في 2015 لم تكون الإشكالات المتروحة اليوم فيما يتعلق تكون أئمة مثلا كما تتحدثنا فرنسا وبالجيكا أو الإسلام الفرنسي لم يكن متروحا فنحن طرحناه منذ الفترة 2019-2010-2011-2011 نضمنا مؤتمر دولي في مجلس أوروبا وتعاون مع مجلس أوروبا وطرحنا فيه قضية تكوين اللي كنا نعتبرها قضية أساسية فيما يتعلق بالوراة الإسلام الأوروبي بطبيعة الحال الفعل ليس من مهامنا ولا من اختصاصاتنا كان لابد المؤسسات المانية أن تصهر على التفعيل ربما بعض جزء من توصيات أو أخذ بالاعتبار مجموعة من النقاشات التي أثرت أنا ذاك ربما لا أستطيع أن نقول ما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه ربما كنا سنخفف من الوطن من الوقع الذي وصلنا إليه اليوم لأنه الآن نحن فيما يتعلق خاصة بالإسلام فقط نرى نمون اليمين المتطرف بشكل كبير جدا لانتخابات الفرنسية مثال إيريكزمول الذي جعله من برنامجه الانتخاب هو الهجرة والأجانب والإسلام بصفة عمامة إذن هذه أحد المواضيع التي اشتغلنا عليها اشتغلنا أيضا على باعتبار أن الجارية المغربية لابد من تحافظ على روابط مع المغرب أحد الروابط الأساسية التي كنا أشرنا إليه هي الملف الثقافي أو الرابط الثقافي منذ 2012 قدمنا اقتراح تشكيل وكالة ثقافية على غير ما تقوم به جميع بلد العلامة مثلا فرنسا إسبانيا ألمانيا إنجلات تشتغل عبر العالم من أجل نشر ثقافتها ونشر لغتها عبر وكالة ثقافية يعني متخصصة فكان أحد يعني الأهراء أو المقترحات التي تقدمنا بها منذ 2012 ولكن للأسف شديد يجد صدق يعني المأمول أنا ذاك ويعني انتظرنا حتى خروج يعني تقرير لجنة النموذج التنموذي الأخير الذي أوصى أيضا بضرورات يعني خلق وكالة ثقافية موجهة لمغربة العالم وعبره مغربة العالم إلى جميع العالم من أجل بلورتس يعني عرض ثقافي مغربي يستطيع أن يصل يعني إلى أبناء الجالية خاصة من الأجيال الصاعد الجيل الثاني والجيل الثالث الذي ربما لا يتقيم لغة العربية فكان هذه أيضا من بين المقترحة الأساسية يعني التي اشتغلنا عليها الرابط الديني الذي أشرت إليه أيضا اشتغلنا على مفهوم إمارات المؤمنين وكيف يتفهم وشرح مفهوم إمارات المؤمنين وكيف اعتقى فلسفة يعني لإمارات المؤمنين حتى يعني لا ينظر إليها لأنها تتدخل في شؤون دول أخرى لأن إمارات المؤمنين بالنسبة لنا يعني هي مرجعية روحية لا تعترف بالحدود لأن إمارات المؤمنين بالنسبة يعني على الأقل جزء كبير من المسلمين الذين يعيشوا في الغرب تمثل ما يمثله الفاتيكون للكاتوليك إذن إمارات المؤمنين كان مرجعية روحية لا تعترفوا بالحدود كما أن إمارات المؤمنين ليست للمسلمين لليهود للنصارى وللمسلمين بمعنى هي السقف الذي يأوي الجميع وهنا فيه تجاه كبير للحوار الأديان الاحترام الأديان خاصة فلسفة التعيش التي دعونا إليها منذ عبر مجموعة من الأعمال التي قمنا بها دعونا إليها من أجل بالورطها والعمال على تثمينها وكذلك ترحيها في صحة النقاش قضية العيش المشترك ومع الأديان الأخرى هذا أعتقد نقطتين أساسيتين واستراتيجيتين بالنسبة لنا كمغرب ولكن بالنسبة للجاليات المغربية عبر العالم نقطة الثالثة التي ربما اشتغلنا عنها هو إيجاد معرفة حقيقية بالإجراء لإنما يلاحظ أن في المغرب هناك فهم ليس بالفهم الكامل وليس بالفهم الواعي لقضايا الجالية المغربية ربما نختزلها في مضامين جد محدودة ولكن نحن اشتغلنا على إنتاج المعرفة ربما إذا رجعت في المسبة لما يكون في المغرب موجود أكثر من كتاب يتحدثان عن الهجرة الآن سبحنا أنتجنا ما يقارب مئة وثمانين عنوان حول قضايا الهجرة المختلفة لأن الهجرة لا يمكن فهمها وهذه أيضا أحد الملفة التي اشتغلنا عنها ليمكن فهمها يعني معزولة قضية بقضية وإنما لا يمكن أن تفهم إلا في إطار الشمولي كامل لأن لا يمكن أن نفهم قضية الشباب إذا فصلناها على قضية الدراسة والفشل الدراسي للأحياء السكنية الولوج للعمال العنصرية الإسلاموفوبيا للغة الإندماج إذن لا يمكن أيضا نفهم قضية المرأة إذا فصلناها على الإسلام على الإندماج على المساوة بين رجل وما على الحقوق الإنسان إذن هي ملفات متشابكة لا يمكن أن نفهمها يعني بطريقة مازولة ولهذا حاولنا أن ننتج معرفة علمية نظاهرها لإشارة الفاعل السياسي حول مختلف الواجهات يعني التي تهم الهجرة حتى نثير يعني لقضية الاندماج اشتغلنا أيضا على فئة الهشة بينها مثلا الأطفال القاصرين غير المرافقين النساء المشتغلات يعني في الحقوق الإسبانية الموسميات اشتغلنا أيضا على بعض الهشاشة التي تحدثها يعني مدونة الأسرة فيما يتعلق بالمرأة لأن هناك مجمعة من المضامن القانونية تتعارض مع مضامن قانونية لبدالإقامة التي يجب أن نعيد فيها النظر وأتمنى أيضا لأن نحن ربما في صدد الحديث في المغرب حول يعني إعادة ونظر في مدونة الأحوال الشخصية أن يتم الأخذ منها الاعتبار يعني بعد قضايا المرتبطة بالجالية حتى تصبح يعني المدونة بمضامنها القانونية متطابقة مع يعني المضامن القانونية لبلدان إقامة الجالية المغربية اشتغلنا على قضية اللغة لأنها تعتبر أساسيا جزء من الثقافة ولكن أيضا ملف لحد ذاته اشتغلنا عليه كيف يمكن أن نساهم من المغرب له ارتباطات قانونية عبر 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 الاتفاقيات الدولية مع مجموعة من البلدان خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية واللغة المغربية والثقافة المغربية كان طالبنا بإعادة النظر فيها يعني لأننا الآن ربما أبانت عن قصورها وعن عدم تؤدي يعني تأتيب النتائج المتوخت فطرحنا ملف حول إعادة النظر فيها وتحسينها وتجودها أكتر وجعلها أيضا تتناسق مع السياقات الثقافية واللغوية التي تعيشها الجالية يعني خاصة في الدول الأوروبية من بين الأمور أيضا أترنا النقاش حول أن الجاليات مشاكلها تختلف من قارتين أخرى من القارة الأوروبية ليست القارة الإفريقية ولا العالم العربي إذن مشاكل العالم العربي أيضا من بين مشاكل التي طرحناها للنقاش والتي قدمنا فيها مجموعة من المقترحات مثلا إحداث صندوق خاص للجالية المغربية خاصة في دول الخالج لأننا نعرف أنه ليس هناك نظام التقاعد الجالية المغربية فاقترحنا إحداث صندوق خاص يأخذ بعين الاعتبار لأنه لا يمكن المشتغل في الخالج يسير إلى سين التقاعد ويرجع إلى المغرب بدون التقاعد ويصبح عالى على المجتمع المغربي فحري بنا يعني أن نخلق صندوق خاص بهؤلاء يعملون على المساهمة فيه من الحصول في الأخير على التقاعد وهذا يهم أيضا مغربة أفريقيا التي ربما في الدول الكثيرة ينعدين فيها يعني صندوق تقاعد فهذا أيضا من بين المقترحات التي توجهنا بها إلى مختلف الحكومات منذ 2008 إذا دعنا الفترة يعني الدستور الجديد 2011 كل هذه المقترحات موجودة ومكتوبة وأنا نتمنى أن نخذ بها ونخذها بعين الأعتبار يعني في الظرفية الحالية أو أشتغلنا على قضية المرأة المرأة من بين الملفات الأساسية لأن المرأة الآن إصبحت أحد السمات الأساسية التي تعبر على التطور ديالهجرة المغربية لأنها إصبحت هجرة مغربية يعرف التطورات متنمواة مختلفة من بينها إصبحت جacing المؤنى فإن المرأة كانت تهاجر في السابق في إطار تجمع العائلة الآن أualتها من أجل العلم من أجل الدراسة من أجل العمال من أجل استكشاف إذا إلى آخر إيضا أصبحت تشكي 50% في الجمع من البلدان مثلا تصل تقترب من 50% في بلجيكا في هولندا حتى في فرنسا ورأينا المرأة المغربية التي استطعت أن تتبوأ مناصبها عليا يعني المية تبوأها الرجل مثلا في فرنسا ثلاث وزيرات من أصول مغربية في بلجيكا أيضا وزيرة من أصول مغربية في مختلف البرلمانات الأوروبية في هولندا كانت رئيسة للبرلمان المغربي من أصول مغربية إذن إلى عناية أساسية لقضية المرأة في ذمن مغاربة العلام وأيضا الاستجابة للانتظاراتها والحاجيتها هذا من بين الملفات التي اشتغلنا عنها وكنا قمنا مجموعة من لقاءات كبيرة لكنا طلقنا عليه اسم نساء مغاربة العلام من هنا وهنا كنا نجمع بين نساء مغربيات عبر العلام ومغربية من المغرب من أجل تشويك من أجل إحداث شبكة للعلاقات نستطيع عبرها أن نشتغل على قضايا المغرب على قضايا النسائية ولكن أيضا على القضايا الإنسانية بصفة عمال لأن نساهم في النقاش الإنساني حول هذه الملفات ولهذا قمنا مجموعة ملقات حتى داخل أمم المتحدة ولا في جونيب مثلا يعني مجلس حق الإنسان إلى آخره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر